السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولياء أمور طلاب طالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح الدرسان الخامس والسادس من المفهوم الثاني قياسات الوقت والقياسات المتدرية من الوحدة الثالثة مفاهيم القياس من منهج الرياضيات الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد الدرسان خمسة وستة كم الساعة وكم تستغرق من الوقت هنا يقول لك استكشف اكتب الوقت الموضح أسفل كل ساعة فهنا عندينا الصورة الأولينية ألف فعندنا هنا رقم ألف عقرب الساعات يشير إلى بين الواحد والاتنين وعقرب الدقائق يشاور إلى ستة تبقى الساعة واحدة ونصف نكتب هنا واحد وهنا نكتب تلاتين طيب رقم به عندنا هنا عقرب الساعات يشاور إلى حداشر وعقرب الدقائق هو العقرب الطويل يشاور إلى تلاتة تبقى الساعة هنا احداشر وخمستاشر دقيقة احداشر وربع نكتب هنا احداشر نكتب هنا خمستاشر طيب رقم جيم هنا عندنا عقرب الساعات بين التلاتة والأربعة والدقائق على الستة وهو العقرب الطويل تبقى الساعة تلاتة ونصف نكتب هنا تلاتة ونكتب هنا تلاتين في رقم دال هنا عقرب الساعات هو العقرب القصير قريب على رقم اثنين وعقرب الدقائق هو العقرب الطويل ده يشاور على التسعة تبقى هنا الساعة اثنين إلى ربع أو نقوله واحدة وخمسة وربعين دقيقة نكتب هنا واحد ونكتب هنا خمسة وربعين دقيقة عني ايجا اول حاجة هنا هيقول لك تعلم واحد قراءة الساعة اول حاجة في قراءة الساعة هنا الساعة بتتكون من ايه عقرب الساعات اللي هو العقرب القصير وعقرب الدقائق هو العقرب الطويل وهنا تدريج الساعة يبدأ معانا من 12 إلى 12 يبدأ من 12 إلى 12 يعني يبدأ معانا دورة كاملة يليف بالساعة كده التدريج معانا من سفل هنا السفل هي 12 فنقوله 12 بعد كده ايه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر طناشر يبقى التدريج بتاعنا في الساعة يبدأ من واحد إلى طناشر طيب هنا عندنا الطناشر ده عبارة عن السفل هي الساعة اثناشر بالليل او سفر بعد كده عندنا خمس دجايج اللي هو رقم واحد ده معناها خمس دجايج طيب رقم اثنين عشر دجايج رقم تلاتة خمستاشر دقيقة رقم اربعة عشرين دقيقة رقم خمسة خمسة وعشرين دقيقة رقم ستة تلاتين دقيقة طيب رقم سبعة خمسة وتلاتين دقيقة رقم تمانية ربعين دقيقة رقم تسعة خمسة وربعين دقيقة طيب رقم عشرة خمسين دقيقة ورقم 11 55 دقيقة وعنده 12 هنا اللي هي ال 60 دقيقة أو نقول عليها 0 اللي هي بداية ساعة جديدة 0 اللي هي بداية ساعة جديدة يعني عقرب الدقائق لما يوقف على 12 هنا بداية ساعة جديدة معناها الدقائق أصفار الدقائق أصفار طب نيجي هنا الساعة اللي قدامنا دي هنا عقرب الساعات بين السابعة والتمانية وعقرب الدقائق هنا على خمسة يعني 25 وتقرأ الساعة السابعة و25 دقيقة يبقى هنا هي الساعة السابعة نكتب هنا السابعة نكتب هنا 25 دقيقة تدريب واحد بيقولك ارسم عقرب الساعات وعقرب الدقائق لتوضح الوقت المطلوب هنا جيبنا الساعة واحدة وتلت 21 دقيقة يبقى هنا عقرب الساعات يشاور على الواحد بين الواحد والاتنين وعقرب الدقائق والعقرب الطويل يشاور على أربعة يبقى أربعة نقولنا 20 دقيقة يبقى العقرب الطويل وعقرب الدقائق يشاور على أربعة أما العقرب القصير هو عقرب الساعات يبقى بين الواحد وبين الاتنين طيب بالنسبة الرقم به هنا يجب لك الساعة تمانية وربع يبقى هنا العقرب الدقائق هو العقرب الطويل يشاور على تلاتة أما عقرب الساعات هو العقرب القصير يشاور بعد الثمانية يبقى بين الثمانية والتسع بس يجب أقرب للثمانية طيب نيجي بعد كده رقم جيم هنا الساعة ثلاثة خمسة واربعين يعني معناها الساعة أربعة لاروب يبقى هنا عندنا عقرب الدقائق هو العقرب الطويل يشاور على تسعة نحن قلنا تسعة يعني خمسة واربعين يشاور على تسعة والساعات يبقى قريب على الثلاثة يبقى الساعات هو العقرب القصير قريب من رقم 3 ضعب هنا رقم دال الساعة 11 ونصف عقرب الدقائق يشاور على الستة اللي احنا قلنا الستة معناها 30 دقيقة اللي هو العقرب الطويل اما العقرب القصير هو العقرب الساعات عيبقى بين منتصف المسافة بين 11 والتناشر كده تبقى الساعة 11 ونصف بعدك يقول لك تعلم اتنين وحدات قياس الوقت والعلاقة بينهم عندنا في وحدات قياس الوقت الاسبوع في سبع ايام يبقى الاسبوع عندنا في سبع ايام واليوم في 24 ساعة والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية طبعا عايزين الساعة فيها كم ثانية الساعة نضرب 60 في 60 ليه الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة في 60 ثانية فنضرب 60 في 60 إذن الساعة فيها 3600 ثانية بعد كده عندنا اليوم عيبقى فيه كم دقيقة إحنا قلنا اليوم في 24 ساعة والساعة فيها 60 دقيقة يبقى نضرب 24 في 60 يدينا 1440 دقيقة السنة فيها 365 يوم طبعا يجي نشوفوا العلاقة بين وحدات قياس الوقت أول حاجة عندنا الإسبوع وعندنا اليوم عايز تحول من إسبوع إلى يوم الإسبوع هنا وحدة كبيرة واليوم وحدة صغيرة يبقى عايز تحول من إسبوع إلى يوم تضرب يبقى من إسبوع إلى يوم أضرب في كام أضرب في سبعة عشان الإسبوع في سبع أيام يبقى من إسبوع ليوم أضرب في سبعة طبعا عايز تحول من يوم إلى إسبوع أكسم على سبعة طيب نيجي بعد كده العلاقة بين اليوم والساعة احنا قلنا اليوم في كم ساعة في 24 ساعة هنا عندنا اليوم وحدة كبيرة والساعة وحدة صغيرة يبقى عايزين نحول من يوم لساعة نضرب زي ما احنا قلنا بنحول من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة نضرب فعندنا اليوم عايز تحول لساعة تضرب في 24 الساعة عايز تحولها اليوم تكسم على 24 طيب نيجي بعد كده العلاقة بين الساعة والدقيقة عايز تحول من ساعة لدقيقة هتضرب في 60 ومن دقيقة لساعة هتكسم على 60 طيب هنا من الدقيقة للثانية من دقيقة لثانية تضرب في 60 ومن ثانية لدقيقة هتكسم على 60 تعلم تلاتة الوقت المستغرق والوقت المنقضي نقرأ مع بعض نقول لك زاكر خالد دروسه لمدة ساعتين و30 دقيقة فبقى أمامه 55 دقيقة أخرى لينتهي منه زاكرة دروسه تماما هنا عايز من هنا يقول لك احسب الوقت الذي استغرقه خالد لينتهي من دروسه طيب هنا عندنا هو زاكر كام زاكر ساعتين و30 دقيقة وقدامه 55 دقيقة لينتهي عايز نشوف هو استغرق كام من الوقت لينتهي من دروسه يمكن حساب الوقت المستغرق في المذاكر بطريقتين أول حاجة عندنا طريقة خط الأعداد وطريقة التحويل عنشرح أول حاجة خط الأعداد أول حاجة اسمها الإضافة ثم الإضافة إيه هي الإضافة ثم الإضافة؟ أول حاجة عنيرسم خط الأعداد ونحدد على بدايته من اليسار المدة الأولى يبقى نرسل خط الأعداد ونحدد على بدايته من اليسار المدة الأولى اللي هي مدة هنه كام ساعتين و30 دقيقة نكتب هنا ساعتين و30 دقيقة بالأرقام 2 ونقدم فوق بعض 30 ده المدة الأولى بعد كده عن جسم المدة التانية اللي هي الـ 55 دقيقة عن جسمها الكام لـ 30 دقيقة وـ 25 دقيقة طيب ليه جسمناها 30 دقيقة وـ 25 دقيقة عشان هنا عندنا الساعة 32 دقيقة نجمع الثلاثين على الثلاثين عندنا ساعة كاملة عشان كده إحنا جسمناها 30 وـ 25 لازم نكمل المدة الأولى ساعة كاملة طيب هنا أقول لك نقسم المدة الثانية 55 دقيقة إلى 30 دقيقة وـ 25 دقيقة بعد كده عن ضيف المدة الثانية إلى المدة الأولى إزاي عن ضيفها؟ زي ما هو موضع في الرثل هنا ضيفت أول حاجة 30 دقيقة بيجي 3 ساعات إبقى هنا كده وصلنا إحنا إيه 3 ساعات عالضيف الخمسة وعشرين عادي بيجي 3 ساعات وـ 25 دقيقة كده هو استغرق 3 ساعات وـ 25 دقيقة فيه طريقة تانية للإضافة ثم الطرح الإضافة ثم الطرح فعندنا الإضافة أول حاجة عن نرسم خط الأعداد ونحدد على بدايته من اليسار المدة الأولى اللي هي ساعة 2 وـ 30 دقيقة بعد كده عن نكتب المدة الثانية اللي هي الـ 55 دقيقة اللي هي 60 دقيقة ناقص 5 دقائق طيب ليه قلنا 60 دقيقة ناقص 5 دقائق؟ عشان إحنا عن نعمل إيه؟ عن ضيف وبعد كده نطرح عن ضيف الـ 60 على الـ 32 دقيقة وبعد كده نطرح منها 5 دقائق يبقى هنا أقول لك رقم 2 نكتب المدة الثانية من 5 وـ 56 دقيقة تساوي 60 دقيقة ناقص 5 دقائق نضيف ونطرح المدة الثانية من المدة الأولى إزاي؟ قد عندك المدة الأولى ساعة 2 وـ 30 دقيقة عن ضيف 60 دقيقة اللي هي ساعة عن تبقى عندك 33 وـ 30 دقيقة 33 وـ 30 دقيقة بعد كده تطرح 5 دقائق عن تبقى الساعة 3 وـ 25 دقيقة يبقى إحنا أولا ما ضيفنا ساعة وصلنا عندي كام؟ وصلنا عندي الثلاث ساعات ونصف ثلاث ساعات وثلاثين دقيقة عن نطرح ثاني خمس دقائق تبقى ثلاث ساعات وـ 25 دقيقة ده اسمه طريقة الإضافة ثم الطرح طبعا نجي نشرح طريقة التحويل تحويل الساعات إلى دقائق أول خطو عندنا يجمع الدقائق اللي هما كانت 30 وـ 55 يبقى نجمع الدقائق اللي هما 30 وـ 55 دينا 85 دقيقة 85 دقيقة نحولها الساعات فتبقى الساعة وـ 25 دقيقة بعد كده نجمع الساعتين زي الساعة وـ 25 دقيقة يديني الثلاث ساعات وـ 25 دقيقة يبقى احنا عملنا هنا جامعنا الدقائق فعندك انت هيقول لك ساعتين وـ 30 دقيقة وبعد كده نتبقى أمامه وـ 55 دقيقة يبقى حكيت يا معنى الثلاثين وـ 55 بعد كده 85 دقيقة بعد كده 85 دقيقة حولناها الساعات ساعة وـ 25 دقيقة نجمع بعد كده ساعتين زي الساعة وـ 25 دقيقة ثلاث ساعات وـ 25 دقيقة طب الطريقة التانية هي تحويل الضقائق الى ساعات أول حاجة عندنا احنا ساعتين وـ 30 دقيقة الساعتين وـ 30 دقيقة 60 زي 6ين زي 30 نجمعه مع بعض 50 دقيقة بعد ما حولنا الساعتين وـ 30 دقيقة الى دقائق 150 دقيقة نجمع 150 دقيقة زي 55 دقيقة يديك 200 و 5 دقائق 200 و 5 نحولها لساعات و دقائق بتحويل 200 و 5 دقائق إلى ساعات و دقائق 200 و 5 دقائق تساوي 180 دقيقة زائد 25 دقيقة يديك 3 ساعات و 25 دقيقة يبقى 3 ساعات و 25 دقيقة يبقى نعملنا في الطريقة الثانية أول حاجة حولنا الساعات 2 و 30 دقيقة إلى دقائق حولناها الزائق 60 زائد 60 زائد 30 بقى 150 دقيقة جمعنا عليهم 55 دقيقة اللي هما بقى 200 و 5 دقائق المتين و 5 دقائق حولناهم لساعات و دقائق فبقى هنا تحول لساعات و دقائق بقى 180 دقيقة زائد 25 دقيقة المية و 80 عبارة عن 3 ساعات و 25 دقيقة هنا يقول لها تلاحظ يمكن كتابة 200 و 5 دقيقة تساوي 3 ساعات و 25 دقيقة بطريقة الطرح المتكبر إزاي؟ هنا المتين و 5 نطرح منها 60 بقى 145 المية و 45 نطرح منها 60 يتنا 85 الخمسة و تمانين تطرح منها 60 يدي خمسة و 20 نلاحظ إحنا قمنا كام طرح هنا قمنا بالطرح 3 مرات نلاحظ إحنا قمنا بالطرح 3 مرات الثلاث مرات دولة بـ 3 ساعات يبقى 3 ساعات وتبقى هنا 25 دقيقة يبقى 3 ساعات و 25 دقيقة وبكده يكون وصلنا معكم نهاية درس النهار